موسيقى السلام البنات كنت منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله ومرحبا بكم الفيديو اليوم سوف نوجد معكم محرشة بجنجلين في الفران تجير رائع البنات بمكونات بسيطة وسهلة سوف نشوف المقادر وطريقة تحضير في نفس الوقت وفرجة ممتعة اول حاجة نحتاج ثلاثة الكيسان سميدة رقيقة كيسان العنبة ووجوج مع الكبار وقبيسة الملح نضيف لهم كأس جنجلين محمر ومهرمش ونضيف كأس سكر سانيدة هذا العبارة بقياس كأس العنبة ونضيف خنيشة سكر فانيليا سنسمها بسكر فانيليا تقدروا تسموها بأي شيء متواجدة عندكم قشور الحامض ونضيف خنيشة 16غ الخميرة الحلوة إلى 7غ خنيشة سنخلط العناصر مع بعضيتها جنسل ونضيف الساعة السوائل ونضيف 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 كأس الزيت نباتية ونضيف ونضيف هذه العناصر مع بعضيتها جيدة ونضيف 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 معجنة هنا كأس نصف الزيت ونصف الزبدة ونضيف مساء من الماء مثل أيضا خلقة خلقة انقع غير ونضيف 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 لها كأس كبير يوجد الكسام ونضيف بطريقة نضيف القاوام لا يكون جاري أو عاقد نضيف مول الفران و زبدة و سميدة نضيف مول الفران و سميدة نضيف مول الفران و سميدة نضيف مول الفران و سميدة حسب الناس سميدة فران سميدة سميدة ضيف حليب سوف نسرح الخالط على هذا الشكل سوف نزينه بشوية الجنجلة من الفوق سوف ندخل الفران المسخنه من قبل سوف ندخل الفران بارد سوف ندخل الفران من قبل سوف ندخل الحرشة لفران ، سوف ندخل الفران لتحمر المسخنه من الفوق سوف ندخل الفيديو و ندخل الى طبق اليوم هذا هو الشكل النهائي ديال الحرشة بالجنجلان كما كتشوفوا كتجي محمرة وطيبة وكتجي رائع الصراحة كتجي بنينة بزاف الماداق مختلف هنا رباقة سخونة يعني غادي نحاول انني ندير ليها واحد اللمعة من الفوق غادي ناخد غير معلقة ديال الكوفيتير ديال مشماش ولا اي كوفيتير عندكم ونضيف لي واحد انا نحاول ان نسقيها بسبوثة غير ان هكذا كما تشاهدوا معيا غادي نذهن من الفوق من الوجه ديالها غير بشي يعطيني داك اللمعة وكتجيها كزوينة كتلمعة من الفوق لحقا ما غادي نزينها بتشي حاجة لحقاش يمزينها راسها براسها بهذه الجنجلة اللي ضفنا ليها من قبل كتجي عليها تشكل هذا كما كتشاهدوا معي غير دهنتها من الفوق كما تشاهدون معي تلك اللمعة كيف تجي زوينة سوف نقسمها معاكم بشكل ديال كيف تجي من الداخل صراحة رطبة كثيرة خفيفة وكيف تجي من الداخل كما قلت لكم مهوية ما تجيش معجنة يعني الطريقة كيفاش خدمناها تبس بسوها مزيان بدك الزيت باش ما تجيش هكا معلكة من الداخل وحتى فاش كتضيفوا لها الحليب تحاولوا انكم ما تعجنوهاش غير هكا تخلطوها لحقا شي لتعجنة سميدة لتعجنة كتلق ذاك الخيوطة وكتجي للحرشة هكا معجنة من الداخل قادي نقسمها بهالطريقة هادا على شكل مربعات ثم تقسموها كيف مبغيتوها كعلى شكل مثلاتات او معين يعني انتم ما تبقى لكم الاختيار كيفاش تقطعوا الحرشة ديالكم كما كتشاهدوا معايا هنا يا من الداخل هنا ربقة سخونا كتجي مهوية من الداخل البنات كتجي رطبات بزيف بزيف وكتجي محمرة من الداخل ومن الفوق كما كتشاهدوا معايا صراحة كتجي بنينة بنينة بها جنجلان غير جربوها بالنسبة للبنات ولا الناس اللي كيعجبهم جنجلان بحالي صراحة راكتجي بنينة وخطيرة المضاق ديالها انا قتلكم منها لطحت عليا الفكرة وجربتها صراحة عجبتني بزيف كما كتشاهدوا معايا كتشاهدوا معايا كتشاهدوا معايا كتشهى بزيف وكتشاهدوا معايا كتشاهدوا معايا في على هدفة اي حالة طريقة زوينة جميعا سوف نقسمها غير بصبعي شيشة ورطبة ربقة سخونة لتبقى قبطة راسها سوف تبقى معكم في الرطوبية حتى سيمانة اتمنى الوصفة اليوم تنال اعجاب لا تنسوني لايكات اشتراك في القناة اشتركوا في القناة انا اضرب لكم موعد في الفيديو وبسلام عليكم